ناخد اللعيب اللي بعده مصطفى عصام مصطفى عصام لعيب سنتر باك قوي جدا بيلعب فيه فريق الغرفة القطري اشترك مع فريق الغرفة تحت 21 سنة الموسم الماضي واشترك السنة دي مع فريق الغرفة فريق غرفة قوي جدا الفريق الاول الفريق الاول اشترك الموسم الحالي مع فريق الغرفة الفريق الاول وظهر بشكل جيد او ما بشتركش كل المباريات لكن اللعيب من موليد الالفين وواحد وبالمناسبة هو موجود اشترك مع المنتخب القطري الأولمبي موجود باستمرار مع المنتخب القطري الأولمبي فأيضا نحتاج أنه قبل ما اللعيب يشترك وكان موجود في القائمة المبدئية كمان للمنتخب القطري الأول هقول حاجة معظم الناس عارفها بس برضو عشان يعني اللي ما يعرفش يعرف طبعا أنه اللعب يشترك في منتخبات أعمار سنية أعلم المنتخب الأول أنت والد وتعرف تلعبه في المنتخب الأول عندك والعكس ولازم ياخد بالنم ديها كريف لو لعيب يجي عندك وهو معجل سيتين واشترك عندك في فئات السنية وبعدين بزغ نجمه دون أن يشترك مباراة واحدة مع منتخبنا الأول يقدر يروح يلعب في أي منتخبتين بالزبط كده فلازم ياخد بالنم المنتخب الأول اللي هيلعبه أول مرة هيبدل معنا الأخير العمر صح من اليوم في المن خلاص الموضوع خلص القصة بتنتهي مع اشتراكه مع المنتخب الأول منتخبات الفئات السنية لا وارد جدا أنه يلعب في منتخب واثنين في الفئات السنية مش أزمة خلص ده مصطفى عصام لعيب الغرفة القطر روح لأدم طلبة قلتلك أنه هتلاقينا وإحنا ماشيين يا كريم بنتكلم على لعيبة بنتكلم على لعيبة إخوات أدم طلبة أخو محمد طلبة السنتر باك اللي قلتلك أنه لعيب فريق أول في بوخم في البري سيزن وأفضل لعب في قطاعات الناشئين موجود في فرقة بوخم بيلعب في مركز ستة لعيب مبشر جدا جدا مواردي الألفين وخمسة هو أصغر بسنة من محمد طلبة لعيب يقدر يلعب بمنتهى البساطة في منتخب الكابتن محمود جابر مواردي الألفين وخمسة أنا بس أعزاول حاجة معنىش الناس في المقاطعة أنه 17 و 18 سنة ده يلعب منتخب أول عادي زي ما بيحصل في العالم كله دلوقتي يعني خلط برح ليفربول كان بيلاعب لعيب عنده 17 سنة ولعيب 18 سنة إسبانيا كان بيلاعب جابي عنده 17 و 18 سنة يعني وباقي اللاعبين اللاعب والصغيرين في كاس العالم فده عادي يعني ده يلعب منتخب أول عادي والأكتر من كده يا كريم هلناخدها بس ستيب فورورد إن اللاعب ما بيجيش أصلا فحنا نجيبه ونشوفه زي ما حصل مع تيبو جابريال تيبو جابريال جيل منتخب الألفين وستة حتى كنا بأوف إيرا كريم في ماتش من المشاكلة وفرج أنا وإنت على المباراة قلتيني لعيب مختلف مختلف تكوينه مختلف شخصية شخصيته قراراته في الملعب رغم إنه لعيب ما كنتش 16 سنة كان بيلعب مع منتخبنا الألفين وستة موجود دلوقتي في معسكر الألفين وثلاثة يقدر يلعب منتال بساطة في معسكر الألفين وثلاثة فيها سنية أكبر منه بتلات سنين وقادر إنه يكون موجود نفس الأمر بالنسبة لي آدم طلبة أخه محمد طلبة بيلعب في بوخهم بيلعب في مركز ستة موليد الألفين وخمسة هو أصغر بسنة من محمد طلبة لعيب 17 سنة يقدر يتواجد حتى المنتخب الأوليمبي ونقدر نشوفه في اللعبة دي لو جات وشفناها وقدرنا نجيبهم ويشتغلوا معنا ونفرج عليهم مرة واثنين وثلاثة لأن في نقطة مهمة يا كريم إحنا هنا منتقين مش جايبين كل الأسماء منتقين اللعيبة اللي بتلعب في ليفل جيد أثباته نفسهم بيلعبه باستمرار الريبيتيشن بتاعتهم في هناك في دوريات اللي لعبه فيها جيدة مش انتقين أي لعب بيلعب في فريق بره وخلاص لأننا في الناس كتير طبعا الرد التلقائي هيتقلك إنه ما هو مشوية مش عشان بيلعب بره يبقى لعيب كويس وارد يكون لعيب إمكانياته قليلة وارد حصل قبل كده ببعض اللعبين لكن إحنا انتقينا لعيبة تشتغل بره بشكل مستمر موجودين في أندية لها اسمها أو دوريات لها اسمها عظيم نروح بعديه لزياد الشيوي زياد الشيوي زياد الشيوي لعيب بيلعب في ناندي أستريا فيهن واحد من الأندية الكبيرة جدا فيه النمسا لعيب مبشر جدا كريم زياد موليد الألفين واربعة شغال مع فرقة أستريا فيهن رغم أنه 18 سنة نقطة ركتب قولها من شوية ولعب فريق أول ابتدأ يشترك على مستوى الفريق الأول واشترك حتى الآن 37 مباراة رسمية 37 مباراة رسمية وهو لم يتمم عامه 19 و18 سنة وشهور زياد الشيوي واحد من اللعيبة المبشرة جدا كريم اللي نقدر نتفرج عليها خلال الفترة اللي جاي خاصة تاني أنه لعب فريق أول في سن مبكر جدا مصطفى أشرف مصطفى أشرف مش أقف عند مصطفى كتير مصطفى العيد كبير النهاردة تواجد المباراة الأولى مع منتخبنا في فريق بروسيا منشونجلباخ بيلعب فريق بروسيا منشونجلباخ لسه لم ينضم الفريق الأول فريق بروسيا منشونجلباخ فريق قوية جدا في ألمانيا صعب جدا أنك تاخد فرصة لعب عنده الشخصية وانفرج على مصطفى أشرف ده لا حتما أعتقد مصطفى مع الوقت والانسجام النهاردة أول مباراة يخضى أخضى أمام منتخب غانا الأول للمحليين ظهر بمستوى جيد لكن طبعا واضح تماما أن حالة الانسجام لعيب لسه متواجد مع المنتخب ده بقى له أيام قليلة جدا فمصطفى أشرف من اللعيبة اللي الناس تحط عينة عليها زي ما قلنا على محمد طلبة نحط عينينا على مصطفى أشرف لعيب مركز 8 يا كريم نموذك أنا شفت له فيديوهات طويلة شوية لعيب نموذك في مركز 8 وبيلعب لحد فرقة الواحد وعشرين في بروسيا منشونجلباخ اللي هو السكن تيم في بروسيا منشونجلباخ لسه لا ما اشترك مع الفريق الأول لكنه لعيب جيد جدا جدا والناس تبص على مصطفى أشرف لعيب بروميسنج جدا أنه يكون موجود في منتخبنا الأولمبي ومنتخبنا الأول النهاردة كمتواجد مع منتخب الألفين وثلاثة واشترك لأول مرة أعتقد أنه مع الوقت مصطفى أشرف هيكون موجود في منتخبنا الأول مع محمد طلبة